اشتركوا في القناة الناس اللي عايزت تفرج على جيري او وحشها جيري طبعا لانه كلبكم وتحت امركم طبعا احنا نزلنا له فيديو النهاردة على قناة يوميات جيري تمام ويوميات جيري هنخليها طبعا هتبقى متاحة لاي شيء او لاي حاجة باذن الله تعالى يعني هنقدم عليها شغل اكلاب بتاعت برة هنبدأ نقدم عليها مواقف وطرائف حاجات كويسة جدا هنبدأ نعمل عليها شوية فيديوهات تبسطكم باذن الله تعالى وتكونوا مقصودين بامر الله تمام الفيديو هيكون نزل النهاردة ان شاء الله على يوميات جيري اللي حابب طبعا يشوف جيري وكده تمام احنا بالفعل الحمد لله رب العالمين صورنا سلسلة حلقات تدريب وتأهيل حراسة وحراسة شخصية وكل شيء لفانتوم طبعا والفجهات ان شاء الله هتنزل تدريجيا او هتنزل مجدولة في الايام الجاية باذن ربنا لكن الحمد لله رب العالمين قدر الله ما يشاء فعل طبعا اه ادينا نشتغل مع الكلب اه اشتغلنا معاك كثير جدا لدرجة ان هو في يعني بدل ما يعد الخصم اللي معايا عبدينينا من رجلي اللهم لك الحمد هتشوفوها في الفيديو اللي جاي باذن الله الكلب فعلا عورني من رجلي بس الحمد لله رب العالمين يعني الحقيقة نفسي هو ما يقصدش اللي كان داخل معايا او اللي داخل علي جائعة بيعاوز يغبطني هنا بيشدني فالكلب عاوز يشدني يعني هو بيشديني فالكلب عاوز يشدني للاسف ما س injections الكلب لما انا قلت هو وحاثيت انه جابني من رجلي م هناه تصوير حلي الكلب حاثيت انه هو زعل بس في الارض كده وامجالي نايم والله مضربته ولا زقت عليه ولا الكلام من بعده يلا لكن حاثيت انه هو تئب وزعل والناسير ان شاء الله في الديو fabri in者ك ان شاء الله هت أنزل في الايام البديرة بازن الله والناس اللي كانت مفكرة الكلب اللي احنا اتكلمنا عنه عن الديستمبر اللي هو المرض الخطير اللي احنا قلنا عنه اللهم لاك الحمد اللهم لاك الحمد ما عند لاش اي اصابات بالديستمبر هو ده كان فيديو كان نازل انا اخدته وعملنا عليه الفيديو ده كلب لشخص ما عندي صاحبه طبعا انا بوريكم حالة الديستمبر بتعمل ايه فيه رجل محترم اخ عزيز معانا على اليوتيوب على القناة بيقول يا محمد علاج الديستمبر بالمحلول وديله في بقل الوقت العكل لأ طبعا علاج الديستمبر مشكلة خالص علاج الديستمبر اكوة من البرفو البرفو بيشتغل مرض معوي البرفو مرض معوي بيشتغل على المعدة بيخلي المعدة دي عبارة عن عاملة زي المنجيل لما ببله شفت المنجيل لما ببله اللي بيحصل له بتحس ان هو ما يقعنيه ولا ينفع يتنشف ولا ينفع هقول لك ايه تقطعه هو اصلا كده كده دايب هو دي البرفو بيشتغل على المعوي فانت بتبتدي واحدة واحدة اللي عنه المية اللي عنه الاكل لحد وان شاء الله كده كده عشان خطر ما نفتحش والموضوع يتلعليكم هنتكلم ان شاء الله في فيديوهات الجاي بإذن الله عن البرفو وهنجيب لكم حالات ربنا يا ربي يكفينا ويفكم الشر يا رب الستمبر بيشتغل زي ما احنا شفنا بيشتغل على المعوي الاول وبعد كده بيشتغل على التنفسي وبعد التنفسي بتلاقي الكلب جاله زي مرض في دماغه بتلاقيه يلف يلف على نفسه ويقع على الارض ويقوم يقف تاني والكلب كلاب يكوحها باستمرار حاجات كتير جدا علاجها والتلاشي بتاعها ان انا طعم كلابي لو انا عندي كلاب مش بالطعمة ابتدي حاول اطعمها السماني بسرعة علشان خاطر ربنا يسترها وما يحصلش اي شيء بالنسبة لكلابك او بالنسبة لأي كلاب اي حد فاحنا دايما والله الغرض او القصد من ان احنا نتكلم عنه دايما بنقول يا جماعة يا ريت يا ريت تشيروا الفيديوهات والله زي ما احنا قلنا ولا احنا غويين ربح بقى ولا غويين اي شيء الحمد لله رب العالمين ولا غويين الكلام ده احنا غويين بس ان معلومة تلف صحيحة لاني بيراقي ناس بتكلمني والله والله ناس بتكلمني ناس محترمة جدا انا سعيد بمعرفيتها طبعا غير الناس اللي موجودة تروعها فعلا معانا ديك يعني على دماغ من فوق والله العظيم كل الناس بتديني دعم بتكلمني تقول لي الله يبارك لك فعلا عملنا وسوينا وكذا 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 ولقينا فدي حاجة بتبسطني ملائي واحد بيدعيلي في ظهر الغيب ما يعرفنيش ولا انا عرفه فدي حاجة بتبسطني دي حاجة احسن من الفلوس انا مش دا من عمري النهاردة ان انا هايش او هموت عشان خطر احوش فلوس ايبقى معايا فلوس انا الحمد لله رب العالمين انا مستورة بعيدة عن اي قنوات اللي معرفش محمد الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ومسطورين بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومفضل اهلين علينا الحمد لله رب العالمين ولا مستنيين من يوتيوب يدينينا ولا مستنيين من غيره يدينا الحمد لله رب العالمين امورنا ماشى وزاي الخل والحمد لله قبل اليوتيوب كنا ماشيين في وجود اليوتيوب مش هنمشي ولا الكلام ده خالص اللي احنا عايزين نوصله فعلا بدايمن بتقولش sitz واليجاجه lemonade على شان الكل يستفاد كل ما يقعش في المشكلة اللي احنا اه بديتكلم عنها او مشكلة عم بديتكلم عنها فانا كنت تطلع اتكلم في الفيديو ده سريعا كده او عشان خاطر انوة ان شاء الله هينزل سلسلة فيديوهات هتبسطكم جدا في الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى فياريت نخش طبعا نعمل نشير الفيديوهات للناس اللي عايزة تأهل كلبها للشراسة للحراسة اه لكل شيء وبعد كده هنبتدي اشتغل طاعة للناس اللي عايزة تتعرف الطاعة لان الطاعة بتبقى يعني اه متعبة شوية عن الشراسة بالذات بالنسبة للكلاب الكبيرة او الكلاب الصغيرة اه غير الكلاب الصغيرة تمام فانتظرونا ان شاء الله في السلسلة اللي جاي بإذن الله سلسلة هتكون مبسطة ان شاء الله وهتبسطكم ووفرحكم بإذن الله تعالى وتتمتعوا بيها واللي عاوز يفرج على جيري يا جماعة طبعا يخش على قناة يوميات جيري هيلاقي في فيديو نزل عليها الفيديو بعد غياب طويل ان اه جيري كان طبعا كماهلك معانا الفترة اللي فاتف في الجوازات يعني اه ناس كتير جدا كلمتني على جوازات فما كنت بقول لي ناس كتير جدا لأ وناس زعلت مني قوي لدرجة ان هم فعلا زعلوا بيكلمونيش عشان بتنهم اتدكر والله تعبان مش قادر ان انا جوزه الكلب هيتعب جدا فما حد يسمع كلام وناس زعلت فبعد تنهم انتظار او غياب الكلب الحمد لله ظهر معانا على قناة يوميات جيري لكن ظهر هتشوفه كلب وشه خاسس شوية شعرته قليلة ما في الشعراية الدنيا ترت الدهور بس احنا راجعين نرمه بازن الله من جديد ونخلي كلب احلى واشيك بازن الله مع حضراتكم بامر الله فطبعا يا ريت ما تنسوش برضو طبعا اه الناس الجميع اللي تخش تشترك معانا على قناة يوميات جيري وتفعل الجرس وتشترك في القناة اتحاك للجميع والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة